السلام عليكم مرحبا بكم كاملين الناس الجداد اللي انضموا القناة والناس اللي معي منذ اوائل القناة شكرا لكم الى الدعم ديالكم مرحبا بكم معي في وصفاتي اليوم سوف نصوف معكم هاد الحلوة هادي اللي هي الريات ديال الكوكو كي يجيوا رائعين بحل الصابلي كي يجي مضاقهم زوين الهشاش والكمية معتبرة كنتمنا تبقى ومن الولد الوديو حتى للاخر باش تشوفوا طريقة والمقادير باش تنجح معكم هاد الوصفة راه كتشي خطيرة في المضاق والكمية كما قلت لكم راه كتر من مياه الحبه وغير بمئة وخمسين جرام ديال الزبدة ، اتوني المقادير ميتين وخمسين جرام ديال زبدة أنا هناين استعملت ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة حيوانية وميتين وخمسين جرام ديال الزبدة للداء او لا اي زبدة تورقة . عندي كاس لسكار عندي هنايا ميتين جرام ديال الكوكاو الي مفس او يعني مقشر وممتحون ممزيين عندي نصف كاس ديال الزيت لدي جوج بيضات وصفار بيضة والبيض سوف نجعله تزين لدي جوج معالق كبار بومبي ديال النشا بدقيق حسب الخالط وعندي بيض بيضة اللي قلت لكم عليه مع اللوز افيلة بالنسبة لكمية ديال اللوز افيلة فحتاجيت 100 جرام اللوز افيلة كيكون يعني خفيف فما غتحتاجوش واحد الكمية اللي هي كتيرة بثاف 100 جرام راه كانت كافية وافية اول حاجة كندير هو كندير ذيك تزبدة مع سنيدة وكندير قريصة ديال الملحة وغادي نبدأ نخدمهم هدا هو طريفي زبد Faster ياني ديل التوريق والباقي راه زبدة حيوانية هذه الحلوة تقدمها غير زبدة بالطوريق و إذا اخذته زبدة طوريق غير زبدة في الزبدة الحاجة كنخدم هذيك الزبدة مع مع سكار وكان زيت الزيت كل انصر كنخدموه بوحده الحلوة ديالنا كنعطيوها الخاطر في الخدمة باش كتعطينا واحد النتيجة اللي هي معتبرة من بعد ما دخلت هذيك العناصر كاملة دابا غادي نضيف الكوكاو يعني درت الزيت درت سكار درت البيض درت الزبدة دابا درت الكوكاو وهنا غادي نضيف النشا وغادي ندخلو حتى هو مزيان مزيان في ذاك الخاليط وغايبق واحد الكيس ديال الخاميرات الحلويات نسيت ما اذكرتوش لكم في المقادير ها هو دادرتو مع الدقيق بالنسبة للدقيق غادي توزن ستمية سبعمائة قرام تقدرو تدخلوها كاملة دائما دقيق على حسب درجة الامتصاص الى كان يشرب لكم السوائل فراه غادي اخد معكم كمية اقل صفي هادشي اللي كاين كان بدا كان نخدم هذيك العجينة ديالي بلا ما كان دلكها بساف يعني كما كتشوفوه ما كان نقاش هاش بالكف ديالي كنجمعها غيب اطراف ديال الاصابع لانه كتجي في حل شكل ديالي هانتو ما شوفوها التكستور ديالها كيفاش دايرة كتجي ارتباء وهشيشة هنا فاد انه المهم انا خليتها واحد شوية عد خدمتها لانه كان الحل سخون وكنت عندي هذيك الديكلابات كانت عندي يعني لينة بساف درتها غير في السلوفان ودرتها واحد عشرة دقيق في تلاجة هنا طلقتها بنجوش بلاستيكات ما غنديرش دقيق درت غيجوش بلاستيكات وطلقتها سمك انتو متى تحكموا فيه انا بغيت الحلوات ديالي يكونو هكاية يعني ماشي طالعين بزاف يعني ماشي الحبة كبيرة بزاف فانا درت ليهم يعني شوية سمك ديالهم شوية زايدة للصابلي ولكن ماشي غليط بزاف ولا بغيتو الحلوات جيكم يعني طالع فيها واحد اللي هي كبيرة غتخليو العجين شوية غليطة على هذي اللي درت انا صفي كناخد غير كاس يعني ما كحتاجوا لها مرشوم لتاشي حاجة عنا كنوريكم السمك ديالها كناخد غير كاس وكنطبع بيه وكننزل فوق واحد سينية يا اما تكون مدهونة مزيان بالزيت اولا البابي كويصون لانو لعبات فيها الكوكاو ولا مدهناش اللاطة ديالنا فغادي تلتعصق داك شي لاش دهنوها مزيان بالزبدة اولا بزيت اولا ديرو ورق الخبز هاد شي اللي كاين هنا مبعد ما غادي نكمل هذيك الكمية كاملة يعني انشكل اللي حلوة وغنديرها في اللاطة انا خدك بياض بيضة هذا البياض البيضة راه كفاني للكمية كاملة ديال الحلوة يعني ما بقى من نواله وكفاني كامل نبدأ كندهن الوجه ديال الحلوة بالبيض وكندير فوق منها اللوز افيلة بخاتوا كوكاو افيلة ديروا كوكاو افيلة وحتى في العجينة الداخل بخاتوا ديروا لوز مطحون يبقى اليكم الاختيار صفي كندهن ما كندهنش طاوة كاملة بالبيد باش مكينشيفش اليه ومن بعد ما غايل سكش ليه عليها داك اللوز افيلة كندقاء هذا هكي كندهن واحد الكمية وكندير ليها اللوز وكندكمل حتى غادي نكمل اللاطة ديالي كاملة بالنسبة للطياب فكن سخن الفرن مزيان ومن بعد كن نقصليه على 160 درجة كتطيب على المهل من الفوق ومن التحت حتى كتتحمر هاد شي اللي كين وراه تدشي المدق ديالها الرائع في الصراحة يعني إلا جربتوها راه غادي تعجبكم واللي وصل حتى اللي هنا كنقولي هدير واحد لايك الفيديو باش ما تنساه شي لخليتيه حتى اللخر سوفي غادي نكمل هاد الحلوات هادو يعني البلديين أغلب يد الوقت كنديروهم هكا في اليد الكبير يعني كنديرو كل ما هو بلدي سوفي هاد شي اللي كين من بعد ما طابت كيكون هادا هو الشكل ديالها كتجي رائع وشوفوا الكيمية اللي اعطات تبارك الله يعني را الكيمية كبيرة تبارك الله كما كتليكم راه كتر من مية حبة سوفي هاد شي اللي كين هادا هو الشكل ديالها من بعد ما كالطيب كتجي زوينا وهشيشة كانتمنى انكم تجربوها واللي وصل هنا تنقول لي خليلي وحتى علي قزوين بحالك بارتاجي الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش يوصل اكبر عدد من الناس وزيد تكبر القناة ديالنا كانتمنى عواشر مبروكة للجميع عيد سعيد الى الوصفة الجاية ان شاء الله السلام عليكم